حتى في الرشدة ليس الرشدة أنها مجرد أن نقوم بإذن الإفتار لا هذا الموضوع يا جماعة أكتب بذلك ممنوع العصبي لا تسمح لأي شخص بأي شخص من الأحوال أن أتخذ العصاب لماذا؟ أنت الذي سأجلبك الضغط وأصحيحة مستمر أنت الذي سأجلبك الضغط أنت الذي سأجلبك السكر أنت الذي سأجلبك القلب أنت الذي سأمت في التحليل المشاهد لا يوجد الأنمية لا يوجد دولة صحيّاً بخير يعني هي الحمد لله صحيح أنا خسيت بشكل كبير في السن ده أنا في السنوية ومش عارف أعمل إيه وشوف إيه حال إنها بتفكر كتير بيجي لها قلق بيجي لها توتر بيحصل لها اكتئاب بسبب التفكير الضغط النفسي طبعاً يجب أن نعالج الضغط النفسي في البداية لاجات السريع إحنا دلوقتي عايزين ندي فيتامينات فيتامين دال وفيتامين بي سيكس عايزين ندي أملاح الكالسام بالماغنسيوم لأن غالباً يكون لديهم نقص كبير جداً فيه طب إيه الوجبة المقترحة عشان يبقى بشكل سريع إنها ستستفيد إيه الحاجات اللي إحنا ممكن ناخدها أو إيه المشروعات السريعة اللي إحنا ممكن نشربها تفتح لنا الشاهية شوية مشروب الكراوية الينسون البابون الحلبة ناخدها بعد كل وجبة نحاول ننوع ما بينهم الوجبة المقترحة الثانية إحنا ممكن بليلة باللبن ناخد وجبة بليلة باللبن بعد الوجبات ممكن ناخد لبن ونحط عليه شوية مكسرات ونحط عليه سبع تمرات صباحاً كل يوم ديت هتحصل لهم الحالة المزاجية هتنشط لهم الدورة الدموية هتخليهم في حالة نفسية تكاد تكون كويسة سترايح لهم أعصابهم فيكونوا رولاكس أحسن ونستطيع أن نحل المشكلة بشكل أسهل طيب جميل أنا شكر لك جداً دكتور أحمد عاطية دهشان